من هذا العالم بقى تعالوا نروح لعالم الرياضة بس من زاوية لدراسة انا الحقيقة عنوانها فاجئني شوفوا بقى انه كتير جدا في مساء دي ام سي وبتكلم مع حضرانه من قبل مساء دي ام سي حتى وقت 8 صبح برنامج الراديو دائما بتكلم على اهمية الرياضة ان الناس تمارس الرياضة ده مهم لا يختلف عليه اتنين اهمية موسط الرياضة حالتك الصحية والمزاجية والنفسية ونشاطك العقلي ونشاطك البدني وان الرياضة دي خازنا كده بتشيل فيها صحتك معاك للمستقبل بدل ما في ناس ما بتبقاش مهتمة بالرياضة وموازن نظامها الغذائي وتدخين مفرط ومش عارف ايه فايجي تلاقي شاب مثلا 35-36 سنة وتبصر وتحس ان هو يعني 70-80-90 تبقى عايز تقوله حرام عليك نفسك ما سيبكم القصة دي كلها الدراسة اللي احنا بصددها كانت مفاجأة بالنسبة لي بس لما دخلت في تفاصيلها فهمت الدراسة دي بتحذر من ادمان الجاري يعني ايه ايه مشكلة ادمان الجاري طب مرياضة يا جماعة حلو اللي ينزل يجري كل يوم فبالتالي شفت العنوان اتصدمت قلت لازم اجيب كل ايه الدراسات اللي بتتكلم على القصة دي لقيت واحدة عاملها جامعة نيوزيلندية مؤخرا للي احنا هنتكلم عليها وعفوا جامعة نرويجية اللي هي الجامعة النرويجية العلوم والتكنولوجيا ولقيت كمان دراسة من سنة او سنتين تقريبا كانت معمولة فيه استراليا الدراسين دول بيتكلموا عن ايه بقى اولا يعني ايه ايه تعريف ادمان الجاري التعريف كان ان يصبح الشخص مهووس هواس قهري بانه يجري انه لو منزلش في يوم مارس رياضة الجاري ده يؤثر على حالته المزاجية والنفسية فمش قادر يستغنى عن انه ينزل يجري كل يوم ده تعريف ادمان الجاري خلاص؟ الجزء التاني هو انه مفيش شك والدراسين بيؤكدوا ده انه الجاري زي وزي ايه رياضة تانية اه ليهم مميزات كثيرة جدا على رأسها الشعور بالبهجة ليه لانه هرمونات السعادة بتفرز هرمون الاندورفن بيزيد افرازه في الجسم والهرمون ده تعريفه كده انه هو بيعتبر من المسكنات الالام الطبيعية اللي بيفرزها الجسم وليه تأثير كمان على تحسين المزاج لدى الشخص وانه يبقى حاسس بالسرور والسعادة وده تلاقي عشان كده ناس كتير بتمرس الرياضة من منطلق انها تفرغ الطاقة السلبية تشحن طاقة ايجابية لكن التحذير اللي في الدراسة هو من فكرة ادمان الجاري لما قد يترتب عليه من تأثير بدني فين المشكلة؟ الدراسة بتقول انه الجاري صحيح مهم جدا لجسم كموفيد للقلب والاوعية الدموية والحالة المزاجية والصحة العقلية والصحة النفسية والصحة الجسدية انما ادمانه قد يؤدي الى مخاطر شديدة نقف هنا بقى ونشوف الدراسين بيتكلموا عليهم الدراسة بتاعة الجماعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا شملت 227 شخص بيجري بما يعرف بقى الجاري الترفيه او عداء ترفيه وقبلها من حوالي سنة كانت فيه الدراسة التانية بتاعة استراليا اللي تعملت في استراليا كانت بتشمل 246 شخص بيجري بتتراوح عمرهم ما بين 19 الى 77 سنة الدراسين اتفقوا على ايه؟ اتفقوا على انه الشخص اللي بينزل يجري كل يوم بنفس النمط هنا متمن الخطأ اللي هو قد يصاب با اه هو اكثر عرضة انه يصاب بكسور واصابات عن اللي بيجري ومخلي الرياضة متناغمة مع حياته يعني وصفه مضمن الجاري ده بانه الشخص الممارسته الجاري كل يوم بتؤثر على علاقاته الاجتماعية انه بيلغي اي حاجة عشان ساعة الجاري اللي عايز ينزل يجريها دي كل يوم ما 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 يعني ما تأثر ما لا تتأثر فقالوا انه لو هيجري كل يوم مثلا خمسة ميل وكل يوم هنزل بنفس الطريقة هنزل يجري الخمسة ميل دول هنا مكمن الخطورة على الركب على العضلات على انه ممكن يصاب بكسور اه واصابات متعددة طيب عشان ده ما يحصلش ليه بقى قالك لانه ده كمان هو ما بيديش فرصة لجسمه انه يدخل في حالة الاستشفاء اللي بيقولوا عليها بالانجليزي الريكوفري عشان كده اي حد بيمارس الرياضة تلاقي لو معاحد بروفاشنل يعني محترف هقولوا لازم ترايح على الأقل يوم ليومين في الأسبوع يعني هتمرن ثلاث يام وترايح يوم وبعين ثلاث يام كمان مثلا وترايح يوم وهكذا ليه عشان جسمك يخش في حالة الاستشفاء فلو يصاب بالاجهاد الاجهاد ده هنا بقى الدراسة بيتكلمه ان حالة الاجهاد دي من الجاري كل يوم تؤثر على او قد تؤدي او تعزز من فرص الاصابات والكسور في الفغد في الصاق اجهاد القدم الرجبة شروع صغيرة في العظام طيب ده الخطة اللي بتتكلم عليه الدراسة هذه ليست دعوة للانتخة تنزيلش حد دي يقولك بقى خاصة يعمل تملع برياضة ليه بقى الحاجات دي لا ما انت بتروحش للإكستريمز طب الدراسة دي هل قالت الخطورة دي بس ولا أوسط بحاجات لا أوسط قالت لك عشان نمشي صح محتاج تعمل للأتي لو انت من الناس اللي بتحب الجاري كل يوم مفيش مانع لكن مهم انك تخش في حالة الاستشفاء فبالتالي تريح يوم كل مثلا 3-4 ايام ده جزء الجزء التاني تغير نمط الجاري بتاعك وانت بتجري افتح سبرينت اجري بسرعة لفترات اعمل الانتربال ترينج اللي هو السرعات المتذبذبة تجري بسرعة شوية اتهدي شوية تتمشى شوية وهكذا ده جزء الجزء التاني كمان قالك انك لازم تخلط ده انك الى جانب الجاري تعمل تمارين يوجا تمارين الستراتشنج اللي هي الفرد أو فرد العضلات تدريبات التقوية كل الحاجات دي مهمة عشان تقلل من فرص اي اصابات ممكن تحدث للجسد مع ادمان حالة او موضوع رياضة الجاري فدي من الدراسات اللي بالنسبة لي كانت جديدة وحبيت يعني اقولها لحضراتكم عشان ناخد بالنا منها وطبعا لو بنتكلم على الجاري فما فيش شك انه الجاري الطبيعي احسن ايه الجاري الطبيعي ان انت تجري فيه الهواء الطلق مع الاكسوجين النقي طبعا فما كان يكون نسبة التلاوث فيه مش مرتفعة مع الحذاء السليم عشان ده برضو يقلل الصدمات اللي ممكن تكون موجودة لوقت الجاري فبتالي يقلل من التأثر الركب والعضم والكلام ده كله فكل حاجة بالدراسة تعرف ايه صحة فيها وكل حاجة بالمعدل المتوسط خيرو الامور اوسطها لا تقعد تجري كل يوم بنفس النمط عشان بيقولك ادمان الجاري او او انك تقول لا ولا جاري ولا بتاع انا عقب بقى نا انتخ في البيت ما نجريش ما نتحركش معمش الكلام ده كله لكن في كل الاحوال ده لا ينفي اللي كنا بنقوله قبل كده وهفضل اقوله على طول اهمية الرياضة لكن خيرو الامور اوسطها موسيقى